صاحب كتاب رقائق القرآن هذا الكتاب الجميل كان له ملمح جميل جدا جدا كان ضرب مثال قال لو أن إنسانا قيل له أنك ستسكن ستجلس يعني في بلدك في مقر قامتك خمس سنين خمس سنوات ثم ستنتقل بعد ذلك إلى مكان آخر وبيت آخر تعيش فيه مئة سنة وش يسوي كان ينقل كل عفشة وكل أموره إلى المكان اللي بيعيش فيه مئة سنة كل شيء مئة سنة و هنا يعيش الخمس سنوات يقضيها عشان خلاص يخرج من هذا المكان و يذهب إلى البيت الآخر والمنطقة الأخرى و يعيش فيها مئة سنة أقول أحنا وضعنا ترى نفس هذا المثال أحنا في الدنيا هذه كنا نجاسين الخمس سنوات هذه ما ندري متى يعني يأتينا الموت ما ندري متى نفارق الدنيا كلها ترى أيام بسيطة قد تكون أشهر سنوات بسيطة لكن إيش العفش اللي نقلناه للمرحلة التي بعد مكثنة في هذه الدنيا إيش الأمور اللي أرسلناها حتى يعني إذا انتقلنا لهذه المرحلة و وجدناها أمامنا هذه المرحلة ضربها كمثال أن نحن في الدنيا بقاءنا يسير لكن في الآخرة نحن سنبقى يعني أبدى الآبدين و سبحان الله ليس فقط أبدى الآبدين لا هناك أبدى الآبدين منعمين في الجنة و كل ما اشتهى و كل ما لذى و طاب في الجنة وأبدى الآبدين في نار الجحيم عادنا الله و إياكم منها أنا أقول إذا ما قدمنا لأنفسنا خلال فترة حياتنا في هذه الدنيا ما قدمنا لأنفسنا لأخرتنا متى نقدم و إذا كانت هذه المحطات التي الله عز و جل أنعم علينا و جعلنا نصل إليها مثل رمضان مثل عشر دل حجة الاثنين و الخميس يوم عرفة إيش؟ الأيام الفاضلة أي الأيام الفاضلة هذه كلها محطات يا أخي نشكر الله عز و جل إنها مد في أعمارنا حتى نصل هذه إذا ما كنا نقدم في هذا الموسم و في هذا الشهر و في هذه الليالي و الأيام المباركة من شهر رمضان متى نقدم؟ نستطيع أن ننجز الخمسمائة ألف؟ نستطيع والله في أوقاف كانت ملايين ممليناة يعني خمسين مليون أربعين مليون و كانت تكتمل ترى خمسمائة ألف ما هي بشيء خمسمائة ألف ما هي بشيء يعني و نتعاون جميعاً لو تعاوننا جميعاً الأسر في القروبات الأسر في القروبات لو تعاونوا بيطلعوا مبلغ الأصدقاء في الاستراحات الأسر في عزائمهم المعلمات المعلمين كل هؤلاء كل هؤلاء يستطيعون خمسمائة ألف والله ما هو مبلغ و إذا بادر واحد إذا بادر واحد صحيح إذا بادر واحد اللي بدور كلهم في حسناتها صدق صدق علي أبراهيم كمل أقول يعني ناصر دائماً كان يكرر كلمة أول غيث قطر ثم ينهمر ثم ينهمر و بإذن الله هذه الحلقة تكون هي أول قطرة قطرة بإذن الله و مسافة ألف ميل بدايتها خطوة خطوة و إن الجبال من الحصاء شفت يا جماعة الخير ترى كل هذه الأمثلة نحن قاعدين نتكلم غيّزني صحيح نقدر ربول أو غيّرني غيّرني رمضان أو خلوني بالضبط لأنه رمضان أنت تتكلم عن شهر فيه اجتهاد شوية يعني الشغل زيادة سواء في الصلوات في الأذكار في قراءة القرآن إجعل الصدقة يا أخي يومين ولو بريال يا أخي هذه فرصة فرصة لتعويد الأبناء في البيت الأولاد في البيت الصغار فرصة لتعويدهم على الصدقة أشرى لطيبة من نبيت أخياً وتألفاً ولمن تصدق أو عساه في المدينة أو غفاً